المغرب يهتز صباح اليوم على وقع هذه الفاجعة الغير متوقعة والخطيرة والجميع يبكي اهتز المغرب صباح اليوم على وقع فاجعة غير متوقعة وخطيرة زلزلت المغاربة وزاعة الرعب والخوف في نفوسهم فكما هو معروف فقد اعلنت السلطات المغربية اليوم الجمعة تفكيك خلية ارهابية تتكون من ثلاثة افراد على صلة بتنظيم داعش في مدينة تتوان شمال المغرب وافادت القناة بان المكتب المركزي للابحاث الفضائية تمكن من تفكيك خلية ارهابية تتكون من ثلاثة عناصر مواليين لتنظيم القاعدة ينشطون بمدينة تتوان ونشرت القناة صورا ومقاطع مصورة تبين جثء من عملية تدخل الامن ضد هذه العناصر كما اعلن المكتب في بيان حجز اسلحة متنوعة ومعدات الالكترونية اضافة الى شعار تنظيم القاعدة ونص البيع لخليفة التنظيم المزعومة كما حجزت قوات الامن خلال العملية مجموعة من المعدات والمستحضرات الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية وفق ذات البيان لكن الصدمة حينما عثرت السلطات المغربية مجموعة من الجثث قرب المكان وبعد التحقيق تبين ان هذه الجثث لاشخاص ذوي جنسية افريقية وليبية